الحلقة دي تعتبر من اهم الحلقات الموجودة على القناة لاننا النهاردة هنتكلم عن تاريخ دولة عديقة وهي فلسطين وهنجيبها من البداية خالص يلا بينا اتوجدت اثار الوجود البشري في منطقة بحار التبرية من حوالي 600 الف سنة لمليون ونصف وفي العصر الحجر الحديث اللي كان ما بين 10 تلاف ل 5 تلاف قبل الميلاد نشأت المجتمعات الزراعية هناك ومن العصر النحاسي اللي كان ما بين 5000 ل 3000 قبل الميلاد اتوجدت اثواد نحاسية وحجارية في جوار بقر سبع والبحر الميت وصل الكنعانيين اللي هم ابناء ساب بن نوح عليه السلام من شبه الجزيرة العربية لفلسطين وبعدها بسنين كتيرة وحد داود عليه السلام القبائل وحولها لمملكة متحدة ووسع حدود مملكته وخلفوا ابن سليمان عليه السلام وبعد وفات سليمان عليه السلام اتقسمت دولة بني اسرائيل لمملكتين مملكة اسرائيل ومملكة يهوزن وفي سنة 721 قبل الميلاد استولى الاشوريين على مملكة اسرائيل وفي سنة 586 قبل الميلاد هزم البابليين بقيادة نبوخز نصر مملكة يهوزن واخدوا اهلها سبايا البابل وهدموا الهايكل اللي اليهود معتقدين ان سليمان عليه السلام بناه اللي مكانه يعني مكان المسجد الاقصى وفي سنة 539 قبل الميناد بعد احتلال الفرس البابل سمح الملك كورش لليهود بالعودة لفلسطين لكن الغلبية منهم فضلت اعذف بابل وكان الفرس بيعملوا اليهود كويس وطبعا مطيروا على اشكالها طاقة وبقيت مملكة يهوزة ولاية من ولايات الفرس لغاية سنة 332 قبل الميلاد لما هزم الاسكندر الاكبر الفرس واحتل لسوريا وفلسطين لتصبح تحت الحكم اليوناني ولما مات الاسكندر الاكبر سنة 323 قبل الميلاد انقسم قادة الاسكندر وحربه بعضه في صراعات اتعرفت بحروب الخلفاء وسيطر سولوكس الاول مؤسس الدولة السلوقية على سوريا وبطله موس الاول أسس الدولة البطلمية في مصر واندلعت خمس حروب بين الدولة السلوقية والبطلمية عشان السيطرة على سوريا وفلسطين ودعمت الحروب ديت 22 سنة لغاية ما سيطرت الدولة البطلمية على فلسطين ما بين 301 قبل الميلاد لغاية 199 قبل الميلاد ونيجي بقى للفترة الرومانية احتل الرومان فلسطين وخلوها ولاية رومانية واخلال فترة حكم الرومان شهدت فلسطين أعظم حدث في هذا الوقت ألا وهو ميلاد السيد المسيح عليه السلام وطبعا كان الرومان بيكرهوا أتباع عيسى عليه السلام وارتكبوا فيهم أبشع الجرائم ومن أشهرها قصة أصحاب الأخدود وطبعا انتوا عارفين ان اليهود بيعجبهمش العجب فقم في سنة 66 ميلاديا صاروا على الحكم الروماني في القدس فحصروا من روبان واستطاع القائد تيتوس سنة 70 ميلاديا دخول القدس فدمرها بالكامل وخذ اليهود عبيد يتباعوا في روما جدع والله ومن هنا بدأ تواجد اليهود في أوروبا وفي عهد الإمبراطور تراجان سنة 106 ميلاديا عهد اليهود القدسي تاني وباردو اتنمرادو تاني فلما بقى تولى هادريان عرش الرومان سنة 117 ميلاديا حظر على اليهود الاختتان وقراءة التوراة واحترام السبت وثار اليهود بقى بقيادة باركوخبة لو انا بنطق اسمه صح يعني سنة 135 ميلاديا فأرسلت روما الوالي يوليوس سفيروس فاحتل المدينة وقهر اليهود وقتل باركوخبة ودبح من اليهود 580 ألف نسبة وتشتت باقي اليهود في بقاع الأرض وتسمت الفترة دي بعصر الشتان في العصر الإسلامي بقى زادت أهمية القدس والمسجد الأقصى بالذات لأنه كان قبلة المسلمين في الصلاة وحدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج واستولى العرب المسلمين على القدس بعد انتصارهم على الرومان أو البيزنطينيين سنة 637 ميلاديا في عهد الخليفة عمر النخطاب وأمنوا عمر النصارة على دماؤهم وأموالهم وأصبحت فلسطين ولاية إسلامية وفعهد الدولة الأموية أمر الخليفة الأبوي الخامس عبد الملك من المروان ببناء مسج قبة الصخرة خلال الفترة من 688 ل 692 ميلاديا فوق صخرة المعراج لكن عبد الملك مات قبل ما يتم بلاي المسجد فتولى من بعده ابنه الوليد من عبد الملك وفي عصر الدولة العباسية زار القدس أبو جعفر المنصور وزارها من بعده ابن المهدي وأقام فيها شعائر الصلاة في المسجد الأقصى وأقام توسعة كبيرة في المسجد وأصدر الخليفة هارون الرشيد قرار بالسماح للإمبراطور الروماني في بيزنطة شارلمان بترميم الكنائس الموجودة في القدس اتقطع الحكم العربي المسلم في فلسطين بفعل غزو الفرنجة وقامت عدة دول صليبية على طول شرق المتوسط منهم مملكة القدس اللاتينية ما بين 1099 ميلاديا لسنة 1187 ميلاديا ولكن استردها منهم صلاح الدين الأيوبي ورجعت في إيدي المسلمين تاني وكان المملك هم أخرجوا آخر الصليبيين من فلسطين وفضل المملك مسيطرين على فلسطين لغاية سنة 1517 ميلاديا بسقوط الدولة المملكية وقيام الدولة العثمانية وبكده يكون خلص الجزء الأول من حلقتنا وان شاء الله هنكمل الجزء التاني في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته